السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا انا محبا بكم في حلقة جديدة من حلقات عجائب الكتب وماثلنا مع كتاب تحفة الالباب ونخبة العجاب للكاتب ابو حامد الاندلسي وزي ما احنا كنا قرينا قبل كده كتاب تلميزو القزويني خدت حاجات كتب من كتابه بس قلنا نروح لكتاب ابو حامد الاندلسي في معرفة وبيانات وقصص اكتر كتب منها قصص اسطورية الحلقة الاولى من كتاب تحفة الالباب اللي كانت الحلقة السابقة تكلمنا فيها عن مدينة قرم وبناء مدينة قرم وكيف انها مدينة تختفي عن العيون وبعض الكتاب كمان وصلوا لحتة انها بتتنقل من مكان الى اخر وبتظهر في اكثر من مكان في اكثر من وقت واشخاص قليلين هما اللي كانوا محظوظين بانه هما يزوروا المدينة دي ويغضوا من دهابها ومجوارتها اللي لما حسبنا حجم صور المدينة بس لقينا الذهب اللي فيه اضعاف الذهب اللي موجود على كوكب الارض في لحظاتنا الحالية عند كل الامم بكل الشعوب بكل البشر مش عايز اقول الف ضعف بس الرقم يقرب من حاجة زي كده احجام جميع الذهب اللي موجود في كوكب الارض صور قرم لوحده ومئة الف ضعف لي النهاردة هنتكلم عن مدينة تانية عجائبية برضو بيحكي عنها بس دي معمولة بحرفانة شوية يعني قصتها فيها معلامة شويتين عن قصة ارم مش المدينة طبعا دي مدينة اسطورية ودي مدينة اسطورية وفي الغالب المدينتين مش موجودين بس اللي كاتب القصة بتاعت مدينة النحاس مخه متكلف يعني اولا اختم معدن النحاس لان سيدنا سليمان في القرآن ربنا بيقول واسلنا له عين القطر وبالتالي كان عنده كميات لا محدودة من النحاس يقدر يعمل بيها كل اللي هو عايزه فالمدينة كان صورها من النحاس محطش في المدينة وصف اسطوري ضخم من الصعب عمله هو كل اللي تكلمه ان صور المدينة من النحاس اه برضو صعب مش منطقي كان مثل النحاس اللي في الصور لكن احنا في الاخر بنتكلم على النبي كان ليه معجزات كان ملكه لا ينبغي لأحد من بعضه تفوت ما تكلمش عن منارات جوه على قصور وبعدين اختار لقيام بالرحلة قائد اسلامي معروف موسى بن نصير وحكم ملك معروف جدا من اشهر الملوك ملك الاموي عبد الملك ابن مروان طبعا موسى بن نصير مسك ولاية افريقية في عهد عبد الملك ابن مروان لمدة سنتين او ثلاثة بالكتير قبل ما يرجع في عهد ابن الوليد ابن عبد الملك فنبطل مقدمات وندخل في الاحداث طبعا زي قصة ارم هي قصة موجودة في الباب الثاني من الكتاب اللي عنوانه في صفة عجائب البلدان وغرائب البنيان حديث مدينة النحاس التي بناها الجن سليمان ابن داود عليهما السلام الموقع موقع مدينة النحاس لما تقارب اغلب القصص والكتب اللي تناولتها طبعا القصة موجودة في الف ليلة وليلة بنفس التفاصيل اللي عندنا اللي هيفتح كتاب الف ليلة وليلة هيفتح فيها قصة مدينة النحاس وهيلاقي القصص قصة كمان ارم موجودة بس بشكل مختلف شوية عن اللي كانت في الكتاب هنا بس مدينة النحاس هي تقريبا اللي موجودة وموجودة عن ابن خارتزابة تقريبا وموجودة في الكتب كتير واغلب الاماكن محدداها في منطقة غرب افاقر يعني احنا بنتكلم جنوب الجزائر جنوب المغرب وسط مورتانيا ممكن لو اضطرفنا شركا شوية نتكلم عن جنوب تشاد فهي في الحاتة دي مع فكرة ان المدينة مش صعب العصور عليها وانها قرب مصاب نهر النيجر لما تيجي تشوف القصص اللي احنا هنيجي نقراها دلوقتي انا مستغرب انها مطلعش فيه ناس حاول تستكشفها ابو حامد الاندلسي طبعا هو من الاندلس في فرياف الاندلس بالمغرب الاقصى قريبا من بحر الظلمات حدث الهقل ابن زياد ان عبد الملك ابن مروان بلغه خبر مدينة النحاس انها بالاندلس فكتب الى عامله بالمغرب انه قد بلغني خبر مدينة النحاسة التي بناتها الجن لسليمان عليه السلام فاذهب اليها واكتب اليها بما تعينه من العجاب قال فلما وصل كتاب عبد الملك ابن مروان الى عامله بالمغرب موسى ابن النصير ولو الاحداث دي حقيقية فبالتالي احنا بنكلم عن اخر سنتين من عهد عبد الملك خرج في عسكر كثيف وعدة كثيرة وزاد مفروض لمدة وخرج معه الادلاء يدلونه على تلك المدينة فصافر على غير طريق مسلوك مدة اربعين يوما حتى اشرف على ارض واسعة كثيرة المياه والعيون والاشجار والوحوش والطيور والحشائش والازهار وبدأ لهم سرور مدينة النحاسة هالمفروض ماشي في السحاري اربعين يوم لحد ما وصل لمنطقة مليانة وحات وحشائش ومخلوقات في الغالب الوصف هذا تقريبا جنوب الجزائر او جنوب ليبيا فيها عدد من الوحات القليلة اللي بالشكل هذا عكس المغرب وعكس شمال مورتانيا وشمال الجزائر حيث توجد الامطار وطبعا الغابات اللي كسفتها الى حد جدير معقولة ثم ان الامير موسى رحمه الله قسم عسكره النصفين وانزل كل طائفة في ناحية من سور المدينة فارسل قائدة من قواده في الف فارس وامره ان يدور حول المدينة وينظر هل يدري لها بابا او يشاهد حولها احدا فصار ذلك القائد وغاربه عن الامير ستة ايام ثم ان الامير فلما كان اليوم السابع جاء ذلك القائد مع اصحابه وذكر انه صار حول المدينة ستة ايام فلم يشاهد حولها من الادميين احد ولم يجد للمدينة بابا فقال موسى من النصير كيف السبيل الى معرفة ما في هذه المدينة فقام المهندسون فقام المهندسون تأمر بحفر اساسها فمنه يمكن ان يدخل الى داخل المدينة اللي هو نفأ اسفل سور وندخل من خلاله قال فحفروا عند اساس سور المدينة حتى وصلوا الى الماء واساس النحاس راصخ تحت الارض حتى غلبهم الماء فعلموا انه لا سبيل الى دخولها من اساسها فقال المهندسون يبنى الى زاوية من زوايا ابراج المدينة بنيان حتى يشرف على المدينة قال فقطعوا الصخر واحركوا الغص والنور وبنوا الى جانب المدينة في زاوية برج مقدار 300 ذراع حتى عجزوا عن رفع الحجارة والغص والنور 300 ذراع حوالي 150 متر فقطعوا هنا الوصف بدأ يميل لحتة الاسترية متخيل صور من النحاس سمكه لا بأس به على الاقل نص متر حتى يشيل وزن ارتفاع 150 متر على الاقل المفروض السمكه من 10 ل 20 متر حتى النحاس ما ينتميش متخيل وقائد لفه حوالين سور المدينة 6 ايام واساسها ضارف الأرض لحد المياه الجوفية متخيل حجم النحاس ووزنه نعرف ان كل مرة بنقول وزن الأجسام قد قد ايه بس ده عامل من العوامل اللي بيخلينا نقول القصة خوافية ولا حقيقية لما عملت بوابة لمعبد الكرنك من النحاس الأسود وكان حجم البوابة أو الباب نحن عارفينه حجم الباب ضخم يعني بتقريبا طول 5 متر في عرض 10 متر في السماكة 10 سنتي أو 15 سنتي عملت حدث جلل يعني بنت حاجة كبيرة قوي فما بالك باليبني صور حوالين كده بس نقول إنها معجزة للنبي فبالتالي الموضوع ممكن يعدي بعد ما أفعل حجارة حتى وصلوا 170 دراعا ثم اتخذوا سلما عظيما وفعوه بالحبال على ذلك البنيان حتى أسندوه إلى أعلى السوق وقال من صعد إلى المدينة نعطيه ديته فانتدب رجل من الشجعان وأخذ ديته وأودعها وقال إن سلمت فهي أجري وإن هلكت فهي ديته تدفع إلى أهلي فصعد حتى على فوق السلم على سور المدينة فلما أشرف تحك وأصفك بيديه وألقى بنفسه إلى داخل المدينة قال فسمعوا درجة عظيمة وأصوات هائلة ففزعوا واشتد خوفهم وتمادت تلك الأصوات ثلاثة أيام ثم سكنت تلك الأصوات فصاحوا باسم ذلك الرجل من كل جانب من العسكر فلم يجبهم أحد فلما أيسوا منه ندب أيضا الأمير موسى بن نصير مناديا فنادى الناس من ذهب وصعد أعطيته ألف دينار فانتدب أيضا رجل آخر من الشجعان فوصاه الأمير وقال لا تفعل مثلما فعل فلان بل أخبرنا بما تراه ولا تنزل إليهم وتترك أصحابك فعهدهم على ذلك فلما أشرف على المدينة ضحك وصفق بيدي وألقى بنفسه وكل من في العسكر يصيحون له لا تفعل لا تفعل فلم يلتفت إليهم وذهب فسمعوا أيضا أصوات عظيمة هائلة أشد من الأول حتى خافوا على أنفسهم من الهلاك ودمادت الأصوات ثلاث أيام ولا يليها ثم سكنت فقال موسى بن النصير أنا أذهب منها هنا ولم نعلم بشيء من علم المدينة وبماذا أكتب وأجاوب أمير المؤمنين عبد الملك بن ماروان ثم قال من صعد أعطيته ديتين فانتدب رجل من الشجعان وقال أنا أصعد فشدوا في وسطي حبلا قويا وأنسكوا طرفه معكم حتى إن أردت أن ألقي نفسي في المدينة فمنعوني هو الملفت الملفت لو واحد صعد على ارتفاع تقريبا 150 متر و160 متر وانت بتنديله من تحت ما أعتقدش أنه ممكن يسمعك لأن ارتفاع الصوت يعني مسافة على الأرض ممكن 160 متر يعني تقريبا أنت في الدور الثلاثين واحد بينادق عليك من الدور الأرضي ولو إن جيش وعدادهم ضخم فممكن التفصيلة ديت عادي قال ففعلوا ذلك وصعد الرجل فلما أشعر عن مدينة ضحك وألقى نفسه فجروه بذلك الحبل ورجل يجر من داخل المدينة فانقطع جسد الرجل نصفين وقع نصفه من محزمه مع فرقزيه وسقيه وذهب نصفه الآخر في داخل المدينة وكثر الصياح والدقير في المدينة فحين أعز أيس الأمير بعلم شيء من خبر المدينة وقال ربما يكون في المدينة جن يأخذونا كل من اطلع على المدينة فأمر بالرحيل وصار خلف المدينة فرسخا ونحوه فرقى الواحد من الرخام الأبيض كل لوح مقدار 20 دراعا فيها نقش كتاب باللسان المسند وهنا حاجة غريبة جدا ليه بالمسند المسند في اليمن احنا بنتكلم عن المفروض شمال غرب أفقر هنا جنوب المغرب أو جنوب الجزائر أو في وسط مرتانيا بكتي أو زي ما قلت تشاد وليبيا فيها أسماء الملوك والأنبياء والتبابعة التبابعة حكام اليمن والفرعينة والأكاسرة والحبابرة ووصارية ومواعد وذكر النبي عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم وذكر أمته وشرف أمته وشرفه وشرف أمته وما لهم عند الله ثم رأوا من بعض صورة من النحاس فذهبوا إليها فوجدوها على صورة رجل في يده لوح من النحاس وفي اللوح مكتوب ليس ورائي مذهب فارجعوا ولا تدخلوا الأرض فتهلكوا طبعا أنا كاتب فروق موجودة في رومانسيات الأسكندر إن الأسكندر لما وصل لأرض الظلمات لقى لوحة مكتوب عليها ليس من خلف هذه شيء فارجعوا أولا تحلكوا اللي كاتبها سيزوستوريس الملك المصري الأسطوري طبعا أنا بحكي على الإسكندر فأكيد اللي هيوصيه سيزوستوريس هنا موسى بن النصير بس ما قالوش مين فيه فأنا بقولك المقطع ده موجود في رومانسيات الأسكندر وده بيوضح إلى حد كبير بما أن النسخة دي من رومانسيات متأخرة إن النص ده مكتوب بعد عبد الملك بن ميران بفتر يعني مكتوب في العصر العباسي ممكن فقال موسى بن النص اللي احنا بنتكلم عليه ده يعني الأسطورة دي تقلفت بعد العصر العباسي في أثناء العصر العباسي الأول يمكن أواخره كمان في عهد المتوكل أو حاجة زي فقال موسى بن نصير هذه أرض بيضاء كثيرة للأشجار والنبات والماء فكيف يهلك الناس في هذه الأرض فهمر جماعة من عبيده فدخل تلك الأرض فوثب عليهم من بين تلك الأشجار نمل عظام كالسباعة الضارية فقطعوا أولئك الرجال وخيولهم وأقبلوا نحو العسكر مثل سحابة كسيفة حتى وصلوا إلى تلك السورة ووقفوا عندها ولم يتعدوها فعجبوا من ذلك ثم انصرفوا حتى إذ بعدوا عن المدينة رأوا شجرا كثيرا قال فلما وصلوا إلى ذلك الشجر رأوا عنده بحية كبيرة كثيرة الطين والأمواج فيها تلتطم طيبة الماء والأمواج فيها تلتطم طيبة الماء حولها شجرا كثير والطير كثيرا حولها والشجر مثمن ولم يروا لهم يرى رأوا أحسن منها لكثرة الأشجار ومنارات الطير وألوان الأظهار وعشان كده يعني أنا قلت في البداية أنت ممكن تعتقد أنهم مقربوا من مجرى نهر النيجر طبعا نهر الكونغو ممكن في سنة باردو ممكن يكونوا وصلوا له بس نهر الكونغو بعيد شوية عن المكان اللي بدعوا منه إذا فرضنا أن القصة حقيقية أصلا يعني هي في الغالب قصة خرفية الأحداث دي ما حصلتش زي ما بقلوكم موجود نسخة منها في ألف ليلة وليلة وش قريبة شبه جدا من اللي احنا بنقرأ هنا هما لما وصلوا للبحيرة في وقتنا الحالي أمر رباق جنوده أن هما يختصوا ويشوفوا فيها وده شيء غريب ولو مش عارف أن البحيرة فيها حاجة عجيبة المفروض ما يمرش حد أن يختص فيها يعني يصنعوا مراكب يعدوها يا يصطدوا منها سمك لكن عشان قصتنا تكمل لازم يؤمر جنوده أن هما يختصوا في قلب المية وأمر أجناده وأصحابه أن ينزلوا حولها فنزلوا حولها وأمر الغواصين فغاصوا في البحيرة فأخرجوا جبابا من النحاس عليها أخطية من الرصاص مخطومة كما تقول أواني نحاسية مقفولة اللي هي قنينة كما ترى قنينة محبوس فيها الجن في ألف ليلة وليلة ولكن مصنوع من النحاس مقفولة فطبعا مش هيدا يطول اكتب من كده لان هيبوا اربيه اوي لما فهموش فقال الامير مماه ليس من الصواب ان نفتح هذه الجباب لان فيها جنا قد سجنهم سليمان عليه السلام لتمردهم فاعادوا بقية الجباب الى البحية بعد ما حرروا 3 عفريت من الجن يا الله اعلم ماذا ازام قد ايه فهموا الدرس عند الرابع فالحمد الله انهم اعرفوا عند كده ثم اذن المؤذنون لصلاة الظهر فلما ارتفع الاصوات بالاذان خرج من وسط البحيرة شخص كالادمي هائل للمنظر وجعل ينظر الى الناس يمينا وشمالا فصاحبه الناس من كل جانب من انت يا هذا القائم على الماء فقال انا من الجن الذين سكنهم سليمان في هذه البحيرة وانما خرجت لما سمعت اصواتكم لاني ظننت انه صاحب الكلام فقالوا لهم من صاحب الكلام قال رجل يمر بهذه البحيرة في كل سنة يوما فيقف فيذكر الله ويسبح ويقدس ويكبر ويستغفر ويدعو لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ثم ينصرف واسأله عن اسمه او من هو فلا يكلمني فقيل له طبعا قدامك عفريت من الجن منطقي ان انا افتح معه حوار يعني بذا ما اقول اعوذ بلمشة انا رجيم وحرقه لا نكمل معه الحوار عشان القصة تحلوه اتظنه الخضر قال لا ادري قيل له طبعا وفكت ان الخضر كان خد الشكل بتاع الشخص اللي شرب ماء الحياة وهو مخلد ولا يموت وموجود طول الوقت ده برضو بيدل ان القصة متأخر عن عاصر عبد الملك ابن مرون قيل له كم سجن سليمان من الجن في هذه البحيرة قال ومن يقدر ان يحصي عددهم ثم غاب عنا قال فعزمنا على الانصراف فقال الادلاء ايها الامير ان الطريقة الذي جينا منه لا يمكن رجوع منه لان الامم التي حبل ذلك الطريق قد علمت بمجيئنا وقد حلوا بيننا وبين الرجوع عليهم ولا قدرة لنا على قتاله المفروض احنا المنطقة دي كلها صحة صحراء جرداء اللي هي الصحراء الكبرى فاي امم وكيف لا يقدر على قتالهم ولكننا نعضل الى جهة اخرى على امه يقال لها مينسك مينسك في روسيا البيضاء في شمال اوروبا مرء اخرى اللي يجيبها معانا واحنا في افريقيا سؤال غريب الا لو كان قصد الكاتب ان الرحلة كانت في الاندلس فعلا مش قصده المغرب وان ده حصل بعد فتح الاندلس ولو ان فتح الاندلس مش في عهد عبد الملك ابن مروان صعب وان الرحلة دي كانت واخدها في شمال اوروبا ودخل منطقة الظلمات وعد على نفس الاماكن اللي عد عليها الاسكندر في رومانسياته اول اقرب انها نسخة عربية من رومانسيات الاسكندر بدلوا فيها شخصية الاسكندر بشخصية القائد المسلم موسى بن النصير وانه بدلا ما هو طالع بيدور لنفسه على ماء الحياة يجمع معلومات لخليفة المؤمنين او امير المؤمنين عبد الملك ابن مروان حديث منسك طبعا احنا اتكلمنا عن مدينة النحاس موقفناش لانها نص القصة موسى بن النصير ماشي يعمل بيشوف الاشياء طبعا بالمسافة والمدة الزمنية اللي عادة موسى بن النصير المفروض ان هو يرجع الى عبد الملك ابن مروان مات لانه كما قلت هو يعينه في اخر ثلاث سنوات من حياته قبل وفاته قال فخرجوا على ارض كثيرة الاشجار والانخر والوحوش على غير طريق حتى وصلوا بعد ايام الى مدينة عظيمة واذبقوا واذبقوا واذبقهم كان كلامهم كلام الطير لا يفهم فلما رأونا احاطوا بنا وعليهم انواع السلاح وهم كالتراب كثر ايقنا بالهلكة حتى خرج ملكهم وعليه لباس الملوك وحوله الحشم فلما رآنا اقبل الينا ووحده وسلم علينا بلسان عربي قال ففرحنا لما فهمنا كلامه واستبشرنا وقال ايها الناس من انتم ومن اميركم وفيما دخلتم هذه الارض فان ما رأينا احد مثلكم قال فخرج اليه موسى بن مصير وسلم عليه وقال ايها الملك انا امير قومي وانت امير علينا ونحن قوم من العرب من حيث امير المؤمنين ولنا خبر وحديث اذا نزلنا واسترحنا من تعب السفر اعلمناك امرنا فقال الملك ان اردنا كثيرة الحر في وسط النهار لما يلي الشمس على اردنا منطقي مع المكان طبعا زي ما قلت منسك في المكان ده مش منطقي بس ارد شديدة الحرارة الشمس بتبع مضي عليها في منطقة فيها انهار بعد السحراء الكبرى اللي هما كانوا ماشيين فيها زي ما قلت في الغالب احنا على مجرى نهر النيجر او نهر الكونغو فمنطقي الكلام اللي جيدة سامر بانزالكم في بعض الارضية اللي تسكنوا فيها من الحر كثير الشجر والماء شرق الجبال فامر بعض امرائه ان ينزلنا ويقوم بجميع ما نحتاج اليه من الطعام والعلف وغيره فانزلنا في واد كثير العيون والشجر شرق الجبال وجاء الينا بجميع ما نحتاج اليه فاقلنا في غير موضع ثم ان الملك اقبل الينا في جماعة من امرائه وحشمه فتلقناه بالترحيب وشكرناه على ما اولانا من الاحسان فاعتذر الينا ثم جلس وامراء اوه قيام على رأسه للخدمة في احسن هيئة فقال الامير ابن النصر موسى ايها الملك من انت ومن قومكم من اي الامم انت فقال الملك اما نحن فعمة من ولد منسك ابن النفر من ولد يافث ابن نوح عليه السلام وانا ملكهم ارث الملك فيهم من ابائي وقومي لا عدد لهم ولا حص في بلاد كثيرة وصراطيق وقلاع وحصون لا عدد لهم فاخبرني انت من اين انت ايها الملك نحن من العرب من جند خليفة المسلمين عبد الملك ابن ماروان كتب الي يأمرني ان اذهب الى مدينة النحاس وان اكتب اليه بما ارى فيها فخرقت لامري ووصلت الى المدينة ولم اجد لها بابا واحتلت بكل حيلة فلم اقدر على دخوليها ورأيت الوحر خام وكتبت ما عليها ورأيت البحر فقال الملك اما المدينة فقد رأيتها وما على الالواح فكل عاقل في بلدي يحفظ تلك الوصايا والمواعظ التي عليها فقال له موسى ايها الملك كيف تعلمت لسان العرب ولا ارى في قومك من يكلمنا به غير قال الملك ما من لسان امكنني تعلمه الا وقد انفقت على تعليمه وتعبت في معرفتي دهرا والملك اذ لم يصلح لنفسه من يزيد في فضائلها فكيف يصلح برعيته ومعرفت اللسان زيادة انسان فكل لسان انسان فاستأذلنا في الرحيل فقادرنا لنا وزودنا واخر جمعنا قد الله يخرجونا من بلاده على اسهل الطرق فسلمنا عليه وانصرفنا حتى وصلنا الى بلاد الاندلس بعد ثمانية اشهر ثم كتب موسى بن نصير الى عبد الملك ابن ماروان يخبره بجميع ما رأاه من امر المدينة والبحيرة فلما وصل الكتاب الى عبد الملك ابن ماروان تعجب من امر المدينة ومن تلك المواعد والوصاية التي على الالواح واسماء الملوك وذكر النبي عليه السلام وشرف امته وقال الحمد لله الذي جعلنا من امته عليه السلام واجهز الرسول واحسن اليه فيما يقال والله اعلم ثم بعد ما قلنا القصة واضح منسك في شمال اوروبا وبعد في وسط افريقيا مدينة ان حاس نفسها في الموقع في غرب افريقيا كمان البحيرة اللى موجودة هناك هل هي واحدة من البحيرات اللى موجودة في منطقة تشاد ولا بحيرة موجودة في جنوب الجزائر الله اعلم لكن على الاغلب يعني رغم ان في بعض الاوقات كده والواحد فرضي بيقعد يفكر انه يطلع رحلة في جنوب الدول شمال افريقيا يمكن يلاقي مدينة النحاس ولكن الاغلب الاعام يعني لما تقرف احوال القصة لا ان القصة خوفية ولم تحدث يوما ولم يرى احد في يوم من الايام لهذه المدينة اثر وليس لها عند احد خبر وإلى هن تنتهي حلقتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة